نذهب برادار الاخبار الى السودان حيث استنكرت الخرطوم تصريحات وزير الخارجي الاثيوبي بشأن منطقة الفشقة التي اتهم فيها السودان باستغلال الوضع في شمالي البلاد واقتحام حدودها واضحت وزارة الخارجية السودانية ان الوزير الاثيوبي استند الى معلومات غير صحيحة ومخالفة لقرار ادي سباب الخاص بوضع علامات حدودية بين البلدين واكد السودان ان قواته منتشرة داخل حدودها كجزء لا يتجزأ من ممارسته لسيادة على اراضيه وضبط الحدود المعترف بها دوليا داعيا اثيوبيا لاستئناف اعمال لجان الحدود المشتركة في اقرب وقت للمزيد ينضم الينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس خالد يعني هل اقتنعت اثيوبيا بالرد السوداني ما تفاصيل اخر هذه التصريحات فيصل يبدو ان اثيوبيا لم ولن تقتنع بالرد السوداني الذي جاء متمهلا ومترويا بالاستناد الى اتفاقية الف وتسعمائة واثنين ثم بروتوكول عام الف وتسعمائة وثلاثة ثم التفاهمات التي جرت بين البلدين في اثنين وسبعين وكلها تؤكد بطبيعة الحال على ان الفشق اراضي سودانية بالكامل وان ترسيم وتحديد الحدود تم سابقا منذ بداية القرن الماضي حسب الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين ما تبقى هو فقط وضع علامات الحدود من خلال اللجان المشتركة التي دعت الخرطوم لاستئناف عملها بطبيعة الحال الخرطوم اشارت سابقا الى ان اثيوبيا كانت تتهرب على الدوام من هذا الاستحقاق استحقاق وضع علامات الحدود وتؤكد ايضا ان الجيش السوداني ينتشر داخل اراضيه وانه لم يتعدى الحدود الى الداخل الاثيوبي الاتهامات الاثيوبيا على لسان دمج موكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يعني شملت ايضا مساعدات سودانية لجفهة تحرير تيغري وهو ما تم فيه الخرطوم دائما وابدا بانها لا تتدخل على الاطلاق في الشؤون الاثيوبيا الداخلية عموما فيصل المحللون هنا يشيرون الى ان البلدين ربما يعانيان من اوضاع سياسية متأزمة واقتصادية كذلك وان شبح الحرب لا يلوح في الافق لكن يشيرون ايضا الى ان العلاقات ستستمر متأزمة لبعض الوقت فيصل من الخرطوم مراسلنا خالد عويس شكرا لك خالد